مثلا نجيب العجل وهو مثلا 300 كيلو هو مش يقدر يتحكم فيه زي ما انا اتحكمت فيه وانا جايبه ابن 15 يوم انا هطلعه من صغر محصن وكذا وكذا يبقى انا بحافظ على السلالة وبحافظ على العجل وبحافظ على جودة اللحم ده اكيد هيفيد الاقتصاد لو كل المزارة عامل كده انما انا لو الواحدة عاملت كده اكيد مش هقدر افيده لوحتي يعني لازم يبقى منهج اللي احنا نتعلم فيه نحافظ على العجول لغاية ما تكبر وتيديني على وزن طيب نصيحتك ايه المواطن المصري نصيحت المواطن المصري دي ده سأل حلو قوي انا في مجال حضرتك اه انا فاهم انا فاهم النصيحتي في حتة نقطة مهمة جدا انا مثلا عمرنا من منبح البتلو انا نصيحت المواطن المصري رجاءا واصحاب المزارع والجزارين سيبوا البتلو يكبر البتلو اللي هو العجل الجاموسي اللي هو ابن ستين يوم خمسة وسبعين يوم هو طعمه حلو وكل حاجة والناس بتحبه بس احنا لو سبناه يكبر لغاية خمسمائة كيلو هيديني كمية لحمة حسن واحنا دولة مستوردة وعلى فكرة فيه قانون بكده يعني فيه قانون يجرم زبح البتلو زي زبح الاناس فياريت الاتنين دولة الفعلا القانون ده يفعل بقوة والناس نفسها هي اللي تستجيب ارجوك ما تشتريش البتلو لا فعلا يعني نستغن عن البتلو لان احنا دولة مستوردة والدولار دلوقتي فيه مشكلة جامدة جدا اصلا البتلو عشان يتدبح ابن ستين يوم ودي حاجة فنية جدا مش عارفة غير الناس اللي بتربي لو هو شرب لبن فقط ودي طبيعته عمره ما هيدي انتاج لحم انما هما بيعملوا ايه بيجيبوا الفول ويبلوه يعني يبقى كده كأنه فول ما تشوش ويبلزها الطعمية وطبعا مش بيتبلوه على حاجة ويأكلوا منه العجل الصغير عشان يديني كمية لحم في وقت قصير طب ما ده كده انا أكلت العجل الصغير غزبا عنه وديته حاجة مش طبيعته ودبحته خارج المدبح دي كبرضه مشكلة كل البتلو بتدبح خارج المدبح فانا دي نصيحتي اللي احنا لو حافظنا على السرعة الحيوانية بتاعتنا البتلو ما يدبحش الناس برضو نحافظ عليها عشان يبقى عندنا انتاج والتالتة بقى اللي احنا نحاول نعمل اللي هو نجيب سلالات عالية جدا من اللحم زي ما عملنا في الهولشتين عشان اللبن نجيب برضو سلالة لحم ونعملها ميكس مع السلالة المصرية هناخد انتاج عالي جدا وانا ظن لو احنا دباحنا بطلنا نباح البتلو ظن بعد سنتين ثلاثة بس اكيد في ناس عاملة دراسات اعلى مني واقوى انا ظن بعد سنتين ثلاثة ممكن بيقى في اكتفاء ذاتي بس للأسف احنا بنباح وهو صغير فما بيجيبش 500 كيلو بيجيب 60 كيلو بعض منهم او اه دي معلومة والله والحكومة على فكرة القانون ده موجود من زماني يعني هي مش غلطانة وممنوع الدبح في المدبح فالناس بتباح برة وبتلاقي اللي يشتري هما لو ملقوش اللي يشتروا مش هتباحوه انا وانا كنت شغال هنا في 2018 من قبلها انا كنت كده كده بنباح حاجل صغير ليه انا وخاتي بدأ اصحاب يقول ليه طب نباح لنا فبقينا نباح حجل بعد مرة مرتين قلت لهم لا احنا نعمل بزنس بقى احنا كده الصحوبية خلاص هنعمل جروب واتس بدأ الناس تخش معا في الواتس ونباح ناخد الطلبات ونباح عجل وهكذا حبة كده بقت ما شاء الله الجروب بقت اتنين قلنا طب نفتح منفز بيع كده صغير انا كان فكري اللي انا الحاجة بتاعتي اللي انا ظنن او بتدعي ان هي على مستوى عالم في التغزية عايز اوصلها للمستهلك الاخير باعلى جود فعملت منفز البيع في التجمع الخامس وعملت ثلاث مستويات لحمة طازة تقدر تغذية مصنعات كأنها بيتي عبارة عن لحوم فقط وتوابل وعملت مطعم صغير تكوي اللي انت مفيش مكان كبير نوعد فيه ولكن عندنا كل حاجة برضو من حاجتنا وما بيبيعش جرحاجتي يعني حاجة مزرعت بس هل فعلا المنتجات بتاع تحضرتك مفياش اي مواد حفظة؟ اه خالص تماما ما بنحطش مواد حفظة وبعدين احنا بديعمل منتجات بفضل الله مش مجرد بيرجر واسجق اللي ندي